هذا شاب جمعة الخير يعيش مع هلا ووضعهم الاقتصادي يعني مش ولابد يعني دخل الأسرة منخفض الشاب هذا وحيد هلا وعنده مجموعة أخوات مع وجود والده كبير السن ووالدته كبيرة السن ما حصل وظيفة بحث بحث لقى وظيفة راتبها منخفض جدا دخل هالوظيفة لكن دخلها ما يكفي الولد قرر يشتغل في بيع الخضار وبيع البطيخ والجيح واللي انتم خابرينه هو معه سيارة داتسون غمارة موديلها قديم والقصة دي طبعا قبل حوالي 25 سنة قرر هذا الشاب يروح بسيارته هذه المتواضع البسيطة ويشتري خضار من أسواق الجملة سوق الخضار للجملة أو يشتري بطيخ وجح من الجملة ويجي بيع بشارع رئيسي قريب من حارتهم حتى يكون حولها له حواليهم يعني ويبيع يشتري في ذيك المنطقة وفعلا بدأ الولد يشتغل هذه الشغلة كان عمره تقريبا 24-25 سنة الناس في الحارة بعضهم اللي يعرفونه إذا مروا من عنده يقبرون فيه هذا الشيء ويحترمونه ويقدرونه إنه شاب ما هو بعاطل باطل لا جالس يبدل وسعه وجالس يشتغل من ضمن الأسر أسرة الأسرة دي أهل أرجالها يثنون على هذا الشاب وبعض الأحيان يجبون طاريه عندهم أخت الأخت هالي معلمة وتقريبا عمرها يعني 26-27 في هذا الحد فهي تسمع أخوانها وهي تثق بأخوانها وتعرف رأي أخوانها تسمع أخوانها يثنون على هذا الشاب فلان الفلاني ما شاء الله عليه يصرف على هله ويعاون والده الضعيف ويبيعه يشتري بالخضرة يشوفه في الشارع الفلاني ما شاء الله عليه راعي صلاة وراعي سمت وما شاء الله في خير الولد هذه الأخت تسمع أخوانها يثنون عليه فوقع في قلبها حب هذا الشاب والأذن تعشق قبل العين أحيانا بعض الأحيان السماع عن شخص يخليك تحبه فهي والفت هذا الشاب وحبته وهي ما شافته تحب العلم الغانم تحب المرجلة تحب الشخص بهالشكل المهم أضمرت هذا في نفسها في يوم من الأيام اجتمعوا نساء الحين ما أدري في استراحة ما أدري في لقاء نسقوا لقاءوا اجتمعوا من ضمن الحضور خوات هذا الشاب فجلسة هذه المعلمة اللي قلنا عنها دردش مع أخت هذا الشاب وتسولف معها وش أخباركم وش لونكم ما شاء الله أسمع عن أخوت سفلان إنه ما شاء الله يعني يبيع ويشتري بالخضرة ويصرف عليكم وقايم فيكم فتقول الأخت تقول يوالله يوالله الله يوفق أخيي ما شاء الله عليه والله إنه ممخلي علينا قاصر والله إنه يبدل وقته ويبدل وسعه ومع ذلك حبيب وقريب ويحبنا ويوالفنا ولا يجي منه لكل خير أخوي الله لا يحربنا من أخوي تقول الأخت هذه زادت محبتها له يعني أخواني يتنون عليه واخته المقربة منه تتني عليها بهذا الشكل فخلاص تملكها حب هذا الشاب المهم أخذت رقم أخته ثم راحت في يوم من الأيام هذه المعلمة طالعة مع أخوها بالسيارة فمروا من عند الشارع الرئيسي اللي يبسط فيه صاحبنا هذا الشاب فقال له هي فلانة شوفوا شوفي فلانة اللي نتكلم عنه شوفيه ما شاء الله عليه قاعد يبيع بالخضرة ويبيع ذا ويساعدها له فيوم شافته زادت محبتها له ليه؟ لأنه أول كانت تسمع عنه سمع طيب وكذا فلما شافته سبحان الله صارت ألفة أكثر وأكثر المهم هي تتواصل تلفونيا مع أخته فقالت لها في يوم من الأيام يا فلانة قالت نعم قالت ليش ما يتزوج أخوت قالت والله يعني شلون يتزوج وهو مع يعني وظيفة اللي هو فيها وظيفة بسيطة يعني مراسل أو كذا يعني راتبها قليل وبعدين هو يبيع ويشتري من الخضرة وكذا ما عنده دخل عشان يتزوج قالت طيب أنا أعرض عليه تأرض قالت وشه قالت أنا بصراحة من زمان وأنا أسمع عنه ومن زمان وأنا يعني حابة سلوكه وحابة سلوبه وحابة تضحيته وطريقته في التعامل معكم أنا أبغى زوج قالت أنتي قالت إيه أنا قالته بس ما يقدر يصرف ما يقدر يفتح بيت قالت الأمر كلها سهل ما عليت الأمور كلها سهلة بس أنتي كلمي وفتعي مع الموضوع وحاولي تقنعينه فقالت أبشري أبشري وفعلا راحت هذه الأخت يخوها وقالت لي أفلان وراء ما تتزوج قال أتزوج أنتي شايفة وضعنا وشايفة حياتنا ما عندنا شي قالت يا أخوي الزواج زين أخوي الزواج زين ولعلك تزوج وكذا أنا فيه وحدة في الحارة معلمة بنت ألف لان وش رايك نخطبها لك والله ياهي ما شاء الله جميلة وياهي خلوقة وفيها دين وفيها قال معلمة قالت معلمة تقبل فيني أنا رجال خريج تنوي ولا عندي وظيفة زي الناس شنون تقبل فيني هي تبغى أكيد تبغى واحد يسكنها واحد يعزها واحد يصرف عليها واحد ينغنغها وأنا ما أقدر فقالت لا معلك هي والله إنها ممتازة وإنها متواضعة وإنها 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 والأمر سهل وهي تبي تقبل منك أي شي قال يلا أنا موافق فجأت هذه وكلمت المعلمة دي قالت لها والله وافق قالت خلاص خليه يتقدم أخواني أصلا يحبونه يتنون عليه وإذا سألوني أنا موافقة ومن ناحية المهر وكذا ما دي بمثقل عليه وفعلا تقدم هذا الشاب ووافقوا عليه مبدئيا وظنوا إن أختهم بترفض فلما قالوا لها قالت أنا موافقة قالوا قالوا بس يا فلانة ترى ما عنده وظيفة ثابتة وانت عارفة وضعه يعني يبيعه يشتري في الخضرة ويساعد خواته ويساعد بيته ومخوه أبوه قالت ما عندي مانع اللي هذا خيره فهله ما هو بمقصر معي تقولوا فعلا تزوجته ولما تزوجته اغتبطت به فرحت به شافت رجل فعلا فعلا يعني قد المسئولية فعلا فعلا قولوا فعل يعني رجل يستحق إن مثلها تتزوجه ولما تزوجته وعاشت معه وبدأت حياتها معه كلمت زميلة من زميلاتها زوجها مسئول أو كذا فقالت لها أني ودي بوظيفة الزوج وكذا وفعلا تمت وظيفة بوظيفة أحسن من وظيفتها هذهك وبدأوا حياتهم أثناء ما هم عايشين تعرفون الشاب هذا تعلم في موضوع البيع والشرف في الخضار والفواكه وكذا فقالت لها زوجته بش رأيك أنك تفتح محل وبجانب وظيفتك يكون عندك محل الخضار وتديره وبعكم أنه عندك خضرة قال ما عندي مانع فعلا أخذت قرض ودخل في موضوع الخضار وفتح الله عليه واخذت له قرض ثاني وشرت له سيارة وهم الآن يا جماعة الخير يعيشون حياة رائعة جدا 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 الرجل الآن فتح الله عليه مع زوجته هذي عنده منها ولدين وبنتين ما شاء الله لقوتها إلا بالله طيب الخلاصة الخلاصة يا جماعة الخير أنا أقول للبنات وأقول للشبه